فعن سيدنا عبدالله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلته أنا والنبيون قبلي خليكم مركزين في الدعاء ده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وكذلك أتى عن سيدنا علي بن أبي طالب قال أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في الموقف اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول اللهم لك صلاة ونسك ومحيا يوم ماتي وإليك مآبي ولك ربي تراثي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر واسوسة الصدر وشتات الأمر اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الرياح يا الله على دعاء فيوم عرف يا سادة يوم يعرف فيه الإنسان فيه الحياة بالله وهو اليوم الذي يعيد للإنسان تعرفه على ذاته فيعرفها من عند الله يوم عرفة هو يوم التعرف وعلى ذلك وعشان ذلك الله سبحانه وتعالى يقول فمن أحسن في يوم عرف التعرف وعشان كده لما يتعرف الإنسان على الله وكأن الله سبحانه وتعالى يقول له من أحسن التعرف على الله في يوم عرف فكأنما ولد من جديد ترجمة نانسي قنقر